فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال فإذا كان هذا التداعي في هذه الأسماء وهذا الانتساب الذي يحبه الله ورسوله فكيف بالتعصص بمطلقة والتداعي للنسب والإضافات التي هي إما مباحة أو مكروهة إذا كان التداعي في هذه الأسماء وهذا الانتساب يعني مثل المهاجرين والانصار الذي يحبه الله ورسوله فكيف بالتعصب مطلقا والتداعي للنسب والإضافات التي هي إما مباحة أو مكروهة نعم إذا كان التداعي بلفظ الأنصار ولفظ المهاجرين من باب العصبية والنخوة فهذا مما يذمه الله ورسوله وإن كان هذين الإسمين محبوبان إلى الله ورسوله والله جل وعلا يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوعا فلفظ الأنصار ولفظ المهاجرين لفظان محبوبان إلى الله سبحانه وتعالى لأن الهجرة من أجل الأعمال وأفضلها والنصرة للحق وإيواء المؤمنين ومناصرتهم هذا من أفضل الأعمال بل هو أفضل الأعمال فمن ذكره من باب الشكر على النعمة فهذا أمر محمود ومن ذكره من باب العصبية والافتخار بذلك على الناس فهذا أمر مذموم فكيف بالتعصب مطلقا والتداعي للنسب والإضافات التي هي إما مباحة أو مكروه كيف بالذي كيف بالذي يتعصب لسم غير مشروع كالقبيلة أو الفخذ أو غير ذلك من ما ينتخي به أهل الجهل حينما يواجهون شيئا من الأمور التي يكرهون فإنهم ينتخون بأسماء قبائلهم وأسماء جماعتهم فهذا مذموم لأن الإيمان المؤمنون إخوة ليس بينهم تميز إلا بالإيمان والتقوى والواجب أن يتعاون بدل أن بدل أن يتفرقوا وأن يتحذبوا الواجب عليهم أنهم إخوة وجماعة واحدة إذا حصل ظلم من أي أحد فإنهم يدفعونه وينصرون المظلوم ويمنعون الظالم هذا هو الحق ترجمة نانسي قنقر